اشتركوا في القناة شكرا على الاستقبال وعلى الدعوة للمشاركة في برنامجكم طيب سيحمد حزب الاتحاد الشراكي القوات الشعبية عرف مشاكل متعددة في مدينة طنجاء وعلى مستوى الجهة كذلك خصوصا في اعداد لوائح الحزب للانتخابات الجامعية والشهوية وكذلك ابان الحملة الانتخابية ما هو واقع داخل البيت الاتحاد يا سيحمد بالنسبة للمشاكل الموجودة حاليا المرتبطة بالانتخابات هي مشاكل عالية اما فيما يفص المشاكل المتعلقة بمصار الحزب وبمخاضته وبالحراك الحاصل داخل الحزب فتلك قصة اخرى لها مصار طويل طيب مشاكل انتخابات السيحمد مشي عادية والدليل ان لائح حزب قوي في مرحلة المعينة كتسقط مقاطعة لايقمية لم تسقط اللائحة سقط اللائحة يعني انها قدمت لسبب من من الاسباب تم رفضها من طرف السلطة الادارية لائحة تلاحظ في مقاطعة ما هو لم تقدم لمشكل بسيط وهو ان وكيل اللائحة لم يكن مسجلين في اللائحة الانتخابية ولم ينتبه الموضوع على اساس ان هناك كل فرع من الفرع مسئول على منطقته وعلى العمل داخلها فالاتحاد الاشتراكي كأي مؤسسة متشكلة او مكونة من العنصر المشاريع يخطئ ويصيب فهذا هو الاشكال سيحمد بصراحة شنصر الازمة لك ايش هستيحاد الشراكي في تنجو الاتحاد الاشتراكي في تنجو عرف الازم انه الان هو يخرج من الازم الاتحاد الاشتراكي اعدام شروعا للنهوض بالحزب بناء على الاخطاء المرتكبة في السابق والتي كانت اساسا هي العمل داخل زاوية مغلقة لا تتواصل مع العائلات المتواجدة بمدينة التنجو ولا تركز على استقطاب او انفتاح نحو الأطول بالمدينة حاليا منذ المؤتمر الاقليمي هناك استقطابات هناك حراكة هناك التحق مجموعات كثيرة وانسحاب مجموعات اخرى كذلك كيفاش؟ وانسحاب مجموعات اخرى كذلك خصوصا في قطاع الشبيبة هذاك نفخ اعلامي في الموضوع الشبيبات الاخوة المنسحبين لم يتعدون اربع او خمسة اشخاص في حين ان بعض المنابر الاعلام الاكبر حاولت اتصور الموضوع كأنه طورة الشبيبة كذلك في حالة الهيكلة وفي حالة الاستقطاب والحمد لله ستنظر النتائج عما قال طيب النتائج الانتخابات احنا كنا عيشها اليوم استحمد لو احكم في المقاطعة الاربع او المقاطعة الثلاثة ضائفة مقارنة مع بقية الوائح هذا ما يقوله المتابع الاشتراع السياسي والانتخابي بطنجا كيف تردون على ذلك؟ نحن سنقول الكذب المنجمون ولو صدقوا نحن في بداية الحمد الانتخابية لا هل هناك وجوه قوية على الواحة الحزب؟ لا لا حاجة لنا لوجوه قوية نحن رشحنا مناضلين من أبناء مدينة طارع هذا هو الأساس الوجوه القوية هي ما أفسد الاتحاد الاشتراكي في مدينة طارع هو الاستقطابات المركزة على انتخابات على انتزاع المقاعد دون الأخذ بالحسبان بالطريقة بمعنى ان الاتحاد الاشتراكي حاليا من قطع مع المكيابلية الانتخابية وعاد الى الانصات الى مناضلها لوائح قوية هذا سيكون حكم المواطنين والناخبين توقعاتكم النتائج السيحمة؟ لا يمكن بنا أي توقعات بالنسبة للانتخابات في المغرب إذا قصنا نتائج الغرف المهنية لحسب الاتحاد الاشتراكي على الانتخابات الجمعية أو النتائج التي تحصلوا عليها في الانتخابات الجمعية ولكن من يقول بأن لن يكون هناك فرق الاتحاد الاشتراكي في قعر اللوائح الانتخابية أنا أعتمد هذا المنطق كيف ترد؟ كيف تجاوبت الناس هذا؟ لأننا نريد أن نقلعهم بأن الحزب الاتحاد الاشتراكي ما زال موجود في الساحة؟ الحزب الاتحاد الاشتراكي ما زال موجود في الساحة أحب من أحب وكاره من كاره هذا حزب ينتمي للتاريخ وله مشروعية ومشروعية سياسية وموجودة الانتخابات ليست المحطة الاتحاد الاشتراكي تنجح في مرحلة إعادة انطلاقته وفي مرحلة هيكلته نحن كقيادة جديدة محلية نركز على الانتخابات المقبلة هذه الانتخابات الحالية جاءتنا في ظروف صعبة ليس في ظروف صعبة ونحن ننطلق من جديد ستشويش على مصارينا التنظيمي ولكن لا بد لنا من المشاركة فيها دون أن نبني أحلاما وأوهما ما قدمناه من أطورهم من خيرة أبناء طنجا الوجوه والأسماء القوية لا تهمنا هذا يعني بأن نتائجكم قد تكون توضعة؟ الله أعلم هذا من العالم الغايم لأن الانتخابات المغرب تتحكم فيها ظروف وعوامل مختلفة ما هي العامل للإستقطاب وعامل الانتخابات وعامل البرامج ما هي الظروف يا سيحمد؟ ما هي الظروف؟ هذه الظروف معروفة حاليا إذا قصت لائحة الاتحاد الاشتراكي ولوائح مع اللوائح الموجودة ستظهر من هم أصحاب النفوذة ما هي الأسماء القوية؟ ما ما زال هذا المنطق بعد دستوري 2011؟ ما زال هذا المنطق؟ أعلم ترى بأن اللوائح الموجودة تضم أسماء منعت ومنعت ومنعت ومنعت؟ لماذا محركتوش ساكنة في هذا المجال يا سيحمد؟ أنتم كمسؤولين حزبيين ومرشحين لماذا لم تتكلموش على هذه الأسماء الممنوعة؟ نحن لم نتكلمو على الأسماء الممنوعة؟ نحن قلت بي أن الانتخابات ليست من أولويتنا حاليا أولويتنا حاليا هي إذا كان هذا منطق المكتب السياسي أو قيادات الحزب ألم ترى بأن قيادات الحزب خصوصاً لديلس الشجار يقود الحزب إلى الهوية؟ بالأكس بالأكس لديلس الشجار ككاتب أول الاتحاد الاشتراكي قام بحيكلة الحزب وفق أساس جديدة نحن نعلم مستوى التنظيم لأننا نعيش وداخل التنظيم يتحارق ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي وعطية الفرصة للمنادرين المهمشين الذين بقوا في الصفوف الخلفية لسنوات وسنوات وتم القطع مع منطق حزب العائلات لأن الاتحاد الاشتراكي حتوق منطرف مشموعة من العائلات المغرباط ولكن كان قويس يحمد القوى لله والدل أنه شارك في حكوماته يرتنوه هذا مصار تاريخي مصار تاريخي يعيشه الاتحاد الاشتراكي كحزب ينتمي لهذا المجتمع ومن عمق المجتمع لا بد أن يكون هناك تاريخ وتقدم على شكل حزب الاشتراكي العمالي في إسبانيا الذي بلغ مرحلة القوى ورجع ثم رجعها من جديد حملة حزب الاتحاد تشاركي في مقاطعة المدينة كيف مشلس يحمد؟ نحن نسير بهدوء نقود حملة بهدوء ونقود حملة نقوم بحملة نظيفة هذا يعني بأن حملة غير نظيفة؟ نعم هذا يعني بأن بقيات الحملات للأحزاب أخرى غير نظيفة؟ هناك حملة غير نظيفة نعم كيفش؟ استعمال بلتجي في الحملة انعدام المعيار الأخلاقي في الدعاية الانتخابية هذا هو ما زلنا نهوي؟ ما زلنا نهوي؟ ما زلنا نهوي ان شاء الله؟ هو ان الشعب البرنامج velocity تلك البرنامج الانتخابات ؟ إلا البرنامجTA هو البرنامج المتبنى من طرف المركز من طرف أهم نقاطه الأساسية أهم نقاطه الأساسية هي إعطاء مفهوم جديد مفهوم إعطاء المفهوم لجماعات الترابية ومساهمة أو ربطها بالتنمية المستدامة معناها الحقيقي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع التجارب السابقة ورسم حدود فاصلة ما بين سلطة الويصية والجماعات الترابية طيب شنو نتأجدك تتوقع أنكم تحصلوا عليه لا أقول بالنظر إلى اللوائح التي اعتمدتها في الانتخابات إن شاء الله سيكونوا خير أقول أن الاتحاد الشركي سيخلوكم فاجل وش ممكن شوفوا حزن الاتحاد الشركي أن يشارك في تسيير العام محلي بطنجة بالإمكان وبالإمكان الاتحاد الشركي يحترم منطقة التحالفات التحالف الموجود لا يمكن لنا أن نشارك في أشياء غامضة ومبهمة مهما كانت من في حالة فيها هو ما رأيتم على صدى تشكيل مكة المغرفة تحلو فتحجينه أنتم ترفضون التحالف مع حسب العدالة والتنمية؟ أشياء نرفضها لا نرفض التحالف مع أي أحد هناك دستور جديد أقرار بشموعة قواعد العدل وقواعد العمل السياسي يجب أن ترموها الأغلبية أغلبية المعارضة من معارضة إلى غاية توقف ذلك على المستوى الرسمي بالنسبة لهذه الأحزاب أنتم ترفضون التحالف مع أحزاب الأغلبية الحكومية؟ في هذه اللحظة ليس لذلك معنى إلا إفساد العمل السياسي على الجميع أن يتحمل مسؤوليته وأن يقوم مع التنجير غير الحكومة تقوم بتنزيل الصحيح للدستور والسليل للدستور كذلك في الأحزاب مسؤولة لا تنزيل في هذا الجانب طيب كلمة أخيرة ممكن توجهها إلى ساكينة وسكان طنجا نتمنى من سكان مدينة طنجا أن يقوم بتصويت على دوائح الاتحاد الاشتراكي لاعتبار أنها تضم لخبة من خير أبناء هذه المدينة تكوينا وتقتيرا وصدقا ووطنيا هذا هو المترجم طيب شكرا سي أحمد يحيى الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الشراكي لقوات الشعبية ووكيل لائحته بمقاطعة طنجا المدينة على تلبية دعوة البربج إلى اللقاء بشاهدين في الحلقة المقبلة والأخيرة من برنامج المغرب ينتخب في رعاية الله